اشتركوا في القناة نستعرض معا عشرة من اروع الابنية الهندسية في العالم جسر اكاشي كايكو في اليابان المعروف ايضا بجسر اللؤلؤ وهو اطول جسر معلق في العالم وكذلك اكبر جسر معتمد على الكابلات في العالم ويتميز بعدم وجود اعمدة داعمة له يبلغ طوله نحو 1991 مترا وقد تم الانتهاء من بنائه عام 1998 وهو يربط مدينة كوبي بالبر الرئيسي لجزيرة اواج اليابانية سفينة جورج بوش الاب بالولايات المتحدة الامريكية بدأ بناء هذه السفينة عام 2001 واكتمل بناؤها عام 2009 بتكلفة 2.6 مليار دولار ويبلغ طولها نحو 1092 قدما وتزين اكثر من 100 الف طن اما يجعلها واحدة من اكبر السفن الحربية في العالم وهي مجهزة باحدث الادوات والتكنولوجيا التي لم تستخدم في السفن من قبل وتعمل بطاقة نووية من خلال مفاعلين نوويين على متنها يقال انه من الممكن ان تعمل عامين كاميرين من دون التزود بالوقود وكما هو موضح من اسمها فانها تحمل اسم الرئيس الامريكي السابق جورج دابليو بوش الاساد الوطني عش الطائر بالصين الاساد الشهير يقاوم زلزالا بقوة ثمانية رختر ومساحته 2850 الف متر ويتسع ل91 الف مشجع ويمثل عش الطائر تحفة معمارية فقد تم تصنيفه على انه احد اهم معالم الصين الحديثة واكبر هيكل صلب في العالم هذا الهيكل المدهش يبدو اكثر ابهارا كعمل فني من كونه ملعبا اولمبيا وقد سمي بهذا الاسم لانه يشبه الى حد كبير عش الطائر من حيث تشابك الخطوط الحديدية التي تم نسجها وتثبيتها بشكل جمالي لافت مصعد بايلونغ بالصين هو اعلى واثقل المصاعد في الهواء الطلق في العالم وهو مصعد زجاجي بني على جانب منحدر ضخم في منطقة بولينجيان في الصين بارتفاع قدره 330 مترا وهو معروف ايضا بمصعد المائة تنين وركوب المصعد يوثل نزهة تستغرق دقيقتين كاملتين ويمكن ان يحمل خمسين شخصا في الرحلة الواحدة بما مجموعه 18 الف شخص يوميا وقد استغرق بناؤه ثلاث سنوات جزر النخيل بالامارات العربية المتحدة تعتبر اكبر الجزر الثلاثة التي تمثلها هي اكبر الجزر الصناعية في العالم لتشكل شكل نخلة تتألف من ساق وتاج ذو 17 ورقة وتحيطها جزيرة هلالية الشكل تعمل كحاجز للماء اجمالا وتحتوي الجزيرة على اكثر من 60 فندق مزخرف واربعة الاف فلا سكنية والف منزل مائي وخمسة الاف شقة على حدود الشاطئ وحدائق للالعاب المائية ومطاعم ومراكز للتسوق وصالات رياضية ودور للسينما ومواقع متنوعة للغاوس محطة الفضاء الدولية شارك في بنائها العديد من الشركات الهندسية حول العالم ووصل عدد العاملين على المشروع لأكثر من مائة الف شخص قضوا معظم وقتهم في الفضاء وتصل مساحة المشروع الى 43 الف متر مكعل وسيكون بمقدور 90 في المائة من سكان الارض رؤية المحطة بالعين المجردة عندما يتم الانتهاء منها مكتبة كينسس العامة بالولايات المتحدة الامريكية بنيت هذه المكتبة عام 2004 في مدينة كينسس الامريكية وصممت بطريقة فريدة وجميلة لجذب الناس للقراءة فجدارها الخارجي والذي يمثل مرآب السيارات مكون من 22 كتاب قديم فقد طلب المعماريون من سكان المدينة ان يختاروا اكثر الكتب تأثيرا بالنسبة لهم ثم قاموا ببناء المكتبة من هذه الكتب التي اختارها الناس وتحتوي المكتبة على اكثر من مليوني ونصف كتاب واقراص مرنة وملفات مسموعة ومرئية مركز العدل المدني بالمملكة المتحدة اكبر مبنى مصنوع من الزجاج في العالم حيث تم استخدام اكثر من 11 الف متر من الزجاج في بناء الواجهة الرئيسية للمبنى الذي يقع في مدينة مانشستر بينجلترا وعلى الرغم من ان المبنى انجليزي الا ان المهندس الذي قام ببنائه استرالي يدعى دينتون كروكل مارشل المدن الخضراء العائمة من العجائب المدهشة فكرة انشاء العديد من الجزر العائمة واقامة مدينة صديقة للبيئة بها وتهدف ايضا الى معالجة مشاكل الاسكان وهي مدينة مكتفية ذاتيا تهدف الى توفير المأوى للسكان مع تغير المناخ في المستقبل وكل واحدة من هذه المدن العائمة بامكانه استيعاب اكثر من 50 الف شخص برج خليفة بالامارات العربية المتحدة اطول بناء في العالم حاليا ومن المعالم الحضارية الاكثر شهرة في العالم بدأ بناء البرج عام 2004 وتم افتتاحه رسميا عام 2010 ويصل طوله الى 828 مترا ومكون من 180 طابق وقدر وزن الخرسانة المستخدمة في بناء البرج بـ 100 الف فيل ويعتبر برج خليفة اكبر مدينة عمودية في العالم حيث يتواجد به عشرة الاف شخص باي وقت من اليوم اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الان